الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فإن هناك ليالي فاضلة يرجى فيها من الفضل ومزيد الأجر ما لا يرجى فيما سواها ومن تلك الليالي الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخصها بأنواع من العبادات لا توجد في غيرها من الليالي فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها وكان يعتكف فيها وكان يؤمل أن تكون ليلة القدر في هذه العشر ولذا كان يأمر أصحابه أن يلتمسوها في هذه العشر الأواخر من شهر رمضان ومن هنا أستعيض شيئا من الأحاديث الواردة في هذا الباب التي رواها الإمام البخاري رحمه الله تعالى جاء في حديث أبي سلمة رحمه الله تعالى وهو من التابعين قال انطلقت إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو من الصحابة فقلت يقول أبي سلمة قلت لأبي سعيد ألا تخرج بنا إلى النخل نتحدث وكان حديثهم في الذكر وفيما يعود عليهم بالنفع قال فخرج فلما خرج قلت حدثني ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر فقال أبو سعيد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأول من شهر رمضان واعتكفنا معه فلما فرغ أتاه جبريل فقال إن الذي تطلب من ليلة القدر أمامك يعني ليس في العشر الأوائل قال فاعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط فاعتكفنا معه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور العشر التي في وسط الشهر فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي من شهر رمضان ويستقبل ليلة الإحدى والعشرين يرجع إلى مسكنه وكذلك يرجع من جاور معه صلى الله عليه وسلم فأتاه جبريل فقال له إن الذي تطلب أمامك فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيباً صبيحة عشرين من رمضان فأمرهم ما شاء الله أن يأمرهم به من الخير ثم قال لهم صلى الله عليه وسلم إني كنت أجاور هذه العشر يعني العشر الأوسط ثم بدى لي أن أجاور هذه العشر الأواخر من كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع فإني أريت ليلة القدر وإني نسيتها وإنها في العشر الأواخر في وتر فلتمسوها وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء قال فرجع الناس إلى المسجد وعادوا إلى اعتكافهم مرة أخرى وكان سقف المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قد صنع من جريد النخل وبالتالي يكون فيه شيء من الثقوب قال أبو سعيد وما كنا نرى في السماء شيئا يعني ليس فيها شيء من السحاب فجاءت قزعة يعني سحابة فاستهلت السماء من تلك الليلة وهاجت قال فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم فأمطرنا حتى سال السقف وكان المسجد على عريش فوقف يعني دخل الماء ونزل الماء في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أحدى وعشرين فأقيمت الصلاة فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى بصرت عيني أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرنبته فانصرف من صلاة الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء تصديق رؤياه صلى الله عليه وسلم وفي هذا دلالة على أن ليلة القدر قد تكون ليلة واحد وعشرين وفيه دلالة على أن ليلة القدر تتنقل وليست على منهج واحد في جميع السنوات ولذا في حديث آخر قال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر وفي هذا قال بأن ليلة القدر كانت ليلة إحدى وعشرين وما دل على أن ذلك الحديث في سنة وهذا الحديث في سنة أخرى تقول عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له حصير يبسطه بالنهار ليصلي عليه وذلك في اعتكافه أما في الليل فكان يحتجره ويضعه محتجرا له وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرته وجدار هذا الحصير قصير وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة من جوف الليل يصلي في الناس فرأى الناس شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوا يصلون معه في المسجد وكان ذلك في العشر الأواخر وقد استدل بهذا جماعا على مشروعية صلاة التهجد في العشر الأواخر لعلنا نأخذ فاصلا ثم بعد ذلك نعود لنكمل هذا الحديث حياكم الله بعد هذا الفاصل الذي ذكرنا فيه عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج في ليلة من ليالي العشر في أواخر الليل فصلى فشاهد عدد من الصحابة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاموا يصلون معه يصلون وراءه بصلاته صلى الله عليه وسلم فلما تقابل الناس في الصباح تحدثوا بذلك وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بالناس فلما جاءت الليلة الثانية قام النبي صلى الله عليه وسلم من القابلة فقام معه أناس أكثر من الذين صلوا معه بالأمس فكانوا يصلون بصلاته صلى الله عليه وسلم فلما أصبح صلى الله عليه وسلم تحدث الناس بذلك وأخبر بعضهم بعضا فلما جاءت الليلة الثالثة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكثر من صلى معه المسجد حتى صلى بذلك ليلتين أو ثلاثا فلما كانت الليلة الرابعة امتلأ المسجد وعجز أن يأخذ أهله فلما رأهم صلى الله عليه وسلم كذلك لم يخرج إلى صلاة الليل في المسجد وخارج وبقي في بيته يصلي فيه ولم يخرج إلى المسجد إلا في صلاة الفجر فلما قضى صلاة الصبح صلاة الفجر وأصبح وهذا فيه دلالة على أن صلاة الفجر في النهار وليست في الليل وذكر الناس للنبي صلى الله عليه وسلم يعني مستغربين لما لم تخرج لنا فأقبل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة فتشهد ثم قال أما بعد فإنني قد علمت بخروجكم للصلاة ولم يخفى علي مكانكم وقد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني أن أخرج إليكم إلا لشيء عائد إليكم ألا وهو أني خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها وكان ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ففي هذا دلالة على مشروعية صلاة التهجد في العشر الأواخر يقول زيد بن ثابت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ في المسجد حجرة من الحصير المخصفة فصل فيها ليالي فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقتدى رجال من الصحابة بصلاته وصلى بهم عدد من الليالي فلما علم بهم قعد وأبطأ فلم يخرج عليهم فلما فقدوا صوته ظنوا أنه قد نام فجعل بعضهم يتنحنح ويخرجوا أصواتا ليسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إليهم حتى رفعوا أصواتهم وحصبوا الباب فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم مغضبا فقال لهم قد عرفت الذي فعلتم من صنيعكم وخشيت أن يكتب عليكم بسبب صنيعكم هذا أن تصلوا صلاة الليل ولو كتب عليكم ما حجزتم عنه ولم تقوموا به فصلوا أيها الناس في بيوتكم عليكم بالصلاة في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة ولعلنا أن نستحذر شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل فقد كان من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل دعاء الاستفتاح بعد أن يكبر قد أثر عنه أنه إذا قام من الليل يتهجد قال في دعاء الاستفتاح اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر أنت إلهي لا إله لي غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله هذا الدعاء لا يلزم أن تقوله كاملا ولا يلزم أن تكون قد استحضرته وحفظته فلو قلته بورقة تجعلها أمامك في صلاة ليلك فلا حرج عليك وتحفظ منه ما استطعت إليه سبيلا مما يتعلق بصلاة الليل حادثة وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفاطمة ابنته وعلي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى علي وطرقه بالليل هو وزوجه فاطمة رضي الله عنها وفقال لهما ألا تصليان وجدهما نائمين فجاء إليهما حتى جلسا بينهما في فراشهما فقال لهما ألا تصليان فقال علي رضي الله عنه يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا كأنه يستدل بما يقدره الله عز وجل عليه فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم في حيني قال ذلك ولم يعد إليه شيئا من الكلام وكان يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته فاطمة تسأله خادما يخدمها فطرقها ليلة وأرشدها إلى أن تقول الذكر تسبيحا وتحميدا وتكبيرا ثلاثا وثلاثين مرة وتقول تمامها المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال فذلك خير لكما من خادم لعلنا أيضا أن نستعرض شيئا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل في لقائنا أو في مقابلتنا بعد الفاصل الذي سنعرضه بعد قليل حياكم الله بعد الفاصل ومرحبا وأهلا وسهلا بكم وكنت قد وعدتكم أن أذكر لكم شيئا من وقائع النبي صلى الله عليه وسلم وحوادثه التي كان يفعلها صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل صلاة الليل إطالة شديدة يقول ابن مسعود صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء وقيل له ما هممت به قال هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم وكان يصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئا وما كنت أحب أراه صائما إلا وجدته ولا أحب أن أراه مفطرا إلا رأيته وكان لا تشاء أن تراه من الليل قائما مصليا إلا رأيته ولا تحب أن تراه نائما إلا رأيته قال ولا مسست خزة ولا حريرة ولا ديباج ألي أنا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت طيبا ولا مسكا ولا عبيرة أطيب رائحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب أصحابه في قيام الثلث الأخير من الليل ويذكر أنه قيام داود عليه السلام وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من يدعوني فأستجيب له هل هناك من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له وذلك في كل ليلة ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم الترغيب في قيام جميع الليل بل كان يأمر أصحابه بأن يرفقوا بأنفسهم ولما جاءه ذلك الرجل الذي قال عن نفسه بأنه يقوم الليل ولا ينام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد حبلا ممدودا بين ساريتين فسأل عن هذا الحبل فقالوا هذا الحبل لفلانة وذكروا من نشاطها ومن صلاتها وأنها كانت إذا تعبت تمسكوا بهذا الحبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فترى فلينم وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس إذا كان تعبا عجزا قد يريدوا أن يتكلم بكلمة فيتكلموا بضدها يريدوا أن يستغفر ربه فيسبوا نفسه ومن الأمور التي وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت متعلقة بليلة القدر ما يتعلق بالرؤى المنامية وكثير من الناس قد يعولوا عليها كثيرا وبعض الناس يتخذ الرؤية المنامية سبيلا لأبطال تعبد الناس يقول رأيت ليلة القدر أنها في الليلة الماضية وبالتالي كأنه يسخطهم ويجعلهم يفترون في بقية شهرهم والمرء ينبغي به أن يحرص على العبادة في هذه العشر الأواخر الفاضلة التي يضاعف أجرها يقول ابن عمر إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر وأن أناس أوروها في العشر الأواخر وكانوا يذكرون للنبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا فقال صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم تواطعت في العشر الأواخر فمن كان متحريا فليتحرها في العشر الأواخر وفي مرة قال أرى رؤياكم تواطعت في السبع الأواخر فمن كان متحريا لليلة القدر فليتحرها في العشر الأواخر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم عفو عني وعن كل من شاهدني وعن جميع المسلمين في مشارك الأرض ومغاربها هذا والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين